استهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية ذراع إيران في اليمن القرى السكنية في منطقة الجبلية بمدنية التحيطة جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مصادر محلية في الجبلية قالت إن الميليشيا أطلقت من مناطق تمركزها عددا من قدائف الهون الثقيلة على منازل المواطنين في المنطقة أضافت أن القصف تزامن مع فتح الحوثيين نيران أسلحتهم الرشاشة وعمليات قنص على المارة مما أحدث خوفا وهلعا في أوساط الأهالي وقد أصيبت يوم أمس امرأة نازحة داخل منزلها في الحي المحل بمدينة حيس جراء استهداف ميليشيا الحوث للأحياء السكنية ضمن تصعيدها العسكري للهدنة الأممية